ماتش نتلعب وماتش كاس مصر وماتش دوري ماتش كاس الكاس مشي بدون مفاجآت مشي بشكل هادي حتى تحكميا ايوه ماشي بعتقد انه ماشي بشكل مفوش اي حاجة بخاف او انا قوي وماتشاط الكاس لانها من غير فار طبعا لا انه يحصل غلطة كبيرة فلانه ساعتها اول كلمة كلنا هنقولها طبعا ما لو كامتي فار اه هيتقل كده طبعا وهيظل الجدل حتى في وجود الفار يعني هيظل الجدل ماتش الدوري فيه جدل لبعد انتهاء الوقت الاضافية فعندك حاجة في حد فيه مدخلة فيه اي حاجة لا فيه بس نتيجة المباراة المباراة النهاردة سيراميك اليو باترا مع المحلة انتهيت 2-0 في دور الـ 32 من بطولة الكاس وبالتالي بكرة المقصة مع اشمون الكزبان منه مايلعب مع سيراميك اليو باترا الجز تاريخي لسيراميك اليو باترا شفت ازاي اللقاء شفتوا ماتش كويس جدا لسيراميك اليو باترا رغم التغييرات اللي فرضت نفسها على هيسم فرضت نفسها لانه سيراميك اليو باترا عنده ماتش مهم جدا يوم الجمعة مع المصري عكس المحلة اللي ما عندوش ماتشات التغييرات دايما في الـ team اللي انت بتبقى ثابت به وماشي بشكل كويس دايما بتعمل ربكة في الخطوط الى حد ما فانت بتبقى طالب الحد الادنى من الاداء كمدرب الحد الادنى من الاداء في النواحي الدفاعية حد الادنى من الاداء في النواحي الهجومية يمكن الشوت الاولاني مع التغييرات اللي موجودة كان فيه حد ادنى كان فيه في اول ثلاث دقيقة انفراد نصبو شدي حسين اتعامل معها غلط في لمسة واحدة صح؟ اتعامل معها هممكن يضم اكتر مايضا هو شادي دايما بتلاقي معظم انفراداته وحتى الجوان اللي جابها جابها من حتة دي وجابها بنفس انطلاق السرعة صح في الزاوية الديقة بس عالية بالزاوية مطش الجونة جاب كل جل نوع الجون ده انه بينطالق في مساحة بسرعته فبينفرد لازم يغير التاكتيج بتاعه في الجول وده هيعمله في التمرين ازاي تجيب بسرعتك تتعامل مع الكورة على انفراده هل بنفس سرعتك وبنفس القوة ولا لازم فيه ثانية طالما المنافس بعيد عنك تهدى شوية فلازم تفكر التفكير ده هو بفكر تفكير واحد انه يروحه بالشمال بنفس القوة وبنفس السرعة هتلاقي مرة تيجي جول وهتلاقي مرات كتيرة ما تجيش فده اللي هيحصل مع شادي شادي لازم يتعود وطبعا هيسمعها هيحط له الحالات اللي هي بتحصل دي يحطها له في التمرين كتير ويكررها تكرر هل خليه يتعود ازاي يهدى لما يوصل طالما ما فيهش منافس قريب يخليك تعمل تلع بنفس السرعة بالزبط فالفرصة دي فرقت ان المحلة دخلت تاني في الجيم مع عدم التجانس طبعا في الخط الامام يمفيش تجانس يمكن النص الملع مفيش غير نبيل فقط وضياء وضياء ممكن ضياء برده ما خدش كتير لكن عنصر كويس ومهم جدا ومحتاج ياخد ماتشات مع الماتشات هيبقى ضياء ده كابتن الفريق طبعا قديم قديم موجود ومن الناس اللي هي فضل كبير جدا في السنين اللي مرت كرته كويسة لكن هو بعده عن شكل التجانس اللي موجود لكن ادى انا بشوفه ادى ادوار مهمة جدا مع رجب بكار اللي كان متقلق النهاردة بشكل كويس رجب بكار اه رجب الايمن اه انه في عمليات التغطية والعمليات دي ادها بشكل كويس فانت هنا خدت منه حد ادنى ايوه انه مش ماتياء مش متعودين عليه ماداش احسن حاجة بس خليت بكار ادى احسن حاجة وده مهم جدا انها لعبة جماعية فده بشكل كويس كنت اتمنى انه ده يحصل مع فابريس فابريس انجا الى الان انا يعني اتمنى انه مع الوقت اتمنى لكن انه هو ينطلق